هذا القانون أستطيع أن أقول عنه هو حبر على ورق حقيقة هذا القانون غير مطبق بالمرة أو مكان تطبيقه لا يوجد لأن القانون في أصول التشريع هو قاعدة عامة يراد منها خدمة المجتمع وأن تطبق على أرض الواقع كيف تستطيع أن تطبق هذا القانون في شارع مثلا أخذ لك أحد الشوارع شارع الكرادة مثلا من كهرمانة إلى فندق بابل توجد ما يقارب من عشر مستشفيات أهلية تعمل عمليات كبرى هذا الشارع ينقلب بعد الساعة الـ 12 بالليل إلى ساحة استعراضات للدراجات النارية ليس الدراجات النارية العادية أستاذ علي بل الدراجات النارية التي تستخدم كما تسمى الصلنصات المتحورة وأيضا يستخدمها بالسباق بحيث هذا الشارع إذا كان الإنسان نايم يمكن يهتز به السرير ويرتفع ويسقط على الأرض من شدة قوة هذه الدراجات هذا كيف تستطيع أن تطبق أيضا هذا القانون على أعداد من السيارات تفوق حتى الطاقة الاستيعابية للشوارع كيف تستطيع أن تطبقه على العدد الهائل من البسطات وكيف تستطيع أن تطبقه على هذه الفوضى التي تسود في الأسواق وفي الأماكن العامة هكذا قوانين ممكن أن تطبق في مجتمعات منظمة مجتمعات لا يوجد بها خلل في التطبيق لحظ هذا القانون أستاذ علي القانون السيطرة على الضوضاء 41 يتكون من 13 مادة المادة الثمانية منه عاقبت بغرامة من 50 إلى مليون دينار هل طبق ذلك؟ أنا شخصيا أشاهد الكثير في الأسواق يحمل مسجل على ظهره وشغله بشكل مرتفع وعالي وكيف تكون الضوضاء غير ذلك؟ السيارات التي تشغل أيضا المسجلات من داخل أو جهاز التسجيل أو الراديو في داخل السيارة مكبرات الصوت حدث ولا حرج يا أستاذ علي لهذا التقرير الذي صدر الذي تناقش حضرتك يعني الديسيبل بالعراق عبر الاثمانين في حين هو حدد هذا القانون مئة وعشرين هل ستكو مناطق الديسيبل وخمسين